إلى عكار ووادي خالد من يقارب الأربعين ألف سوري إضافي وصل في الآوين الأخيرة ملجأ باتت هذه المحافظة للسوريين الذين غادروا من بيروت وجبل لبنان بفعل الإجراءات القانونية التي تقوم بها السلطات المحلية بين من له أكثر من 13 عاما في عكار وبين من لجأ إلى المنطقة أخيرا رابط واحد هو رفض العودة والتمسق بالبقاء إذ يعتقدون أن عكار بيئة حاضنة لهم بحكم وجودها على تماثل مع الحدود السورية عايشين مع بعض نحن ويهل القرية بالسماغية وجماعة منطقة زراعية ما فينا ندشر المكان هذا أنا مثلا ما عندي بيت يعني ما عندي بيت أن أسكن فيه في سوريا عكار هون عدنا بأمان وبلد زراعي هون عم نشتقل هون هنا يسرحون ويمرحون بحرية تامة يدخلون ويخرجون إلى بلادهم عكار تتحمل أعباؤهم والمواطن العكري يلوم الدولة نحن اليوم عنا قطاع الزراعي يعتمد 90% منه على العمالة السورية عنا بقطاع العمار حوالي 60% عنا بقطاع الفريدق 40% بكل قطاعات السوريين دخلوا تركيتهم الدولة ما نظمنا هون لوصلنا لحالة الفوضى اليوم نحن صايرين مثل مصفية البلد كلها من المتوقع ازياد الأعداد مع تكثيف الحملات في مختلف المناطق بالتوازي مع ازياد خطرهم على المنطقة الفكرة مش انه ننقلن من منطقة لمنطقة أو من ضاعة لضاعة فكرة ان يكون في خطة متكاملة لترحيله نهائيا من هون هل له حق يترحل ولا هل حق يبقى يكون موجود رح نعمل اجتماع امن فرعي جمعات الجين الله راد فقط مخصص مع الأجهزة الأمنية من أجل تنظيم وجود السوريين واللي عم بيصير عندنا وخصطة بمنطقة عكار السوريون الذين يعيشون على الحدود أكانت في عكار بعلبك أو البقاع يستفدون من البضائع السورية بأسعار زهدة وفي الوقت عينه من المساعدات الأممية وكذلك من الأراضي اللبنانية أما اللبنانيون فيضطرون إلى ترك أرضهم للبحث عن لقمة عيش